اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أحب الكتابة من بيت أداب ومن بيت شعر. واهتمام بهذا الشيء. اللغة العربية تعنيني جدا. أتفاعل مع الحياة ومع الوجود بشكل ربما مختلف أو حساس جدا. وهذا ما يتعبني طبعا. لكنني أتفاعل وأكتب بما أحس. نعم. من الإحساس أيضا تكتبين هناك القصيدة. نعم هناك. أين وردت القصيدة في حياة أمان السيد؟ السؤال صعب. أبدا. لأنني ربما يمكن هو كثير أديم. أديم جدا. من أول ما عيني لمساتها الطبيعة. الطبيعة تجذبوني جدا. ربما تولد عندي أو توالد عندي منذ تلك الفترة الشعر والإحساس والمشاعر وهذا الشيء. نعم. هل باتت من أعماقك أن تكتبي مثلا في هذا الباب أو في هذا الموضوع؟ أكيد. ظاهرة الطبيعة التي تدور حواليك مثلا؟ أكيد طبعا طبعا. والإنسان الطبيعي هو الذي يتفاعل مع الطبيعة ويحس فيها لأنه هي أجمل شيء أعطانا بالتنوع والتلون وما فيها من الموجودات والكنوز. نعم صحيح. طيب أستاذة خبريني أيهما سبق القصة أم الشعر؟ أنا اللي فهمت من بداية الكلام أنه القصة. شو كلمين؟ في الحقيقة بالقديم منذ الطفولة لا الشعر. الشعر كان في البداية. نعم بدأت وكتبت الشعر لكن القصة عندما وثقت من خلال مجموعاتي القصصية كانت القصة هي التي استقبلت بها العالم يعني والناس. ولكن بالبداية اكتشفت أنني أكتب الشعر من زمان وأقوله وهو أيضا يغلب على حتى طريقة كتابتي للقصة لذلك هو الأول على ما أظن. الشعر. إذن من هذه الكلمات لماذا لا نسمع الشعر؟ طيب. شو مجحستنا اليوم يعني؟ البارحة حقيقة كتبت قطعة بارحة هي طريقة. البارحة يعني أول مرة على قناة الضفرة نحن والله يعني محظوظين أيمن دائما بضيوفنا دائما فيناك أخبار حصرية. أعجاد؟ هواي صدفة صراحة. الله يحفظ. شو سمعيني حاليا؟ عن علاقتي بالفيروز. هذا الفيروز الحجر الأزرق الجميل هذا. الحجار الكريبة. نعم. محبوب النساء. محبوب النساء. وهو أيضا يتعلق بطفل صغير جاءني إلى العائلة. مبركة إن شاء الله. ابنتي الوحيدة. بالألف مبروك إن شاء الله الله يحقبها. فالبارحة جاءت هذه القطعة هي هدية له أحساسي تجاهه. أستحم بالفيروز. تتكشف جهات الأرض مرايا. يعتقني الفيروز. يرمقني. أصدح. ما لهذه الروح تخضل بالندى. فتستكين غابات الولى. جذل أنا. جذل أنا. كما الريشة في البوحي. وكما غيمة تهدهد وتر. صاف أنا. صاف أنا. كما ضحكة الوليد. تفترشني. وتغزوني. بمسارحة يشد فيها القمر. شجية روحي. شجية روحي أيها الصحب. ألا تنسطون. اتقصي أيتها الأزاهير. وحلقي بأجنحتي الفراش. ألا ترين الكون قد أفرد كل المراح. جميلة. جميلة. كلمات فعلا منتقى بشكل رائع جدا. مثلا فيها الإحساس وفيها الفرحة فعلا. شكرا أول حفيد أيضا. أول حفيد لأول ابنة ولأغلى. أغلى اثنين في الوجود طبعا. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله يا رجل. إن شاء الله تشوفين زود على زود إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. يعني أصبحت جدة حانية. أصبحت جدة. خلاص نهايتها. شكرا لأ العصر الفرحي حديث. لا ما شاء الله عليك. الحياة أو بعض الله يبعد عنه تلهموم. بعض المشاغل في الحياة. أن تدخل سبحان الله في صميم كتابات. سواء كانت القصصية أم الشعرية. صحيح. يعني من أين مثلا تكتب عادة. يعني عادة الإنسان الطبيعي يتأثر بما حوله. نعم. فكيف بالإنسان الذي يمتلك ربما شفافية معينة مختلفة. الذي ولد وقد وهبه الله تعالى. وحس الإبداع يكون متميزا يكون مبدعا. من كل شيء حولي. نعم. من كل شيء أتأثر به. سواء الأزمات مثلا الآن على أرض الواقع. الأزمات السياسية. الأوطان. أزمة الإنسان. التشرد. الجوع. الحنين والشوق. كل هذه الأشياء تؤثر بالإنسان وتجعله يكتوب. مش هارج. طيب أستاذ أنت قلت أول شيء. اكتشفتي أنه ملتي أو ابتديتي أنتش تكتبين الشعر. وبعدين القصة. هل تذكرين أول قصيدة أو شعر كتبتي؟ بحرفية لا أذكرها. لكن أذكر بعض. عن شو كانت مثلا المحاور؟ أول شيء كتبت قطعة زجالية. لكن لا أذكرها. أتمنى لو أنني أذكرها. كنت على مقاعد الدراسة. وبعد ذلك هناك مقطع. لست أدري إن كان هو تأثر ربما بقصة لطه حسين. أيها المعذبون في الأرض. دعونا نحمل بعضا من عذاباتكم. هكذا أذكر شيئا منها. لست أذكرها الكثير. والقصة. الكثير. أول قصة. أها. أول قصة كانت وهي نلت فيها جائزة القصة القصيرة. جائزة دار كلمة في مصر. أقامت جائزة وكنت أنا فيها تميزة. إشو هي كانت القصة؟ اسمها جنازة لقلب فقد الأمان. جنازة لقلب فقد الأمان. هذه القصة كتبتها تحت عمود الكهرباء. كنت في السيارة أنتظر قريبتي بنت أختي بحديد. وجاءتني الكتابة تحت لمبة في الشارع. لحظت أنني كتبت شيء. أنا عندما أول مرة يمكن رسلت من خلال النيت. وفوجئت بالناس الذين رسلوني من مختلف أنحاء العالم. هي كانت أول كتابة للشارع. أول قصة منشورة. نعم. نعم أول قصة منشورة. وأنا نالت أيضا على جائزة. نعم نال الجائزة. ربما لما فيها من المصداقية. نعم جميل. يمكن أعتقد بدل لذهني أنت جمعتي بين الكتابة. وأيضا بين لونين من الكتابة تقريبا. خلني أقول لهي الشعرية والكتابة القصصية تقريبا. لكن أين هي أمان من ناحية التشكيل بشكل عام؟ أمان في كل مكان مبعثرة هنا وهنا وهنا وهنا. حتى في الرسم. حتى في الرسم. عندك يعني هواية الرسم. لست أرسم بالكلمة ربما صورا ولوحات وألوان. أنا في أي مكان تجدني في الخاطرة في المقالة في القصصة. ممكن تكون تعبيرية أكثر منها. يعني إذا تكتبين مثلا بالشعر وفي نفس الوقت يعني في الكتابة القصصية وهي تعبير يعني. صحيح يعني أحد الفنانين يعني طبعا ليس جميل أن أذكر ذلك لكن يقول لي صديق أنني أرسم من ورائك أمان أنت تكتبه لكن أنا بتوحيلي بالرسم. يعني ربما هو الإنسان يتأثر إنسان ربما خلقه هكذا من الله عز وجل. ربما إذا كان فيه عنده شفافية أو حساس يعني فتزيد عنده أكيد هذه الحياة. يقول إحساس المرهب سبحان الله هو اللي يخلي الشرس أن يكتب أو كذا. يعني نحن يعني السادة ما شاء الله اللي خذيناه يعني بهالدقائق هذه صحة أيمن. صحة يا قول. دقائق إنه ما شاء الله عندتح حساسية مفرطة أو كثيرة خلنا نقول. نعم تتعبوني جدا. ليش كيف تتعبتش يعني في أمور الحياة الاجتماعية أمل عملية. لأنك دائما تحسبين حسابا للآخر. لا تريدين أن تجرح الآخر مهما كان. فهذا يتعبكي. نعم سمعنا أنك كنت مذيعة جميلة أكيد في مجال فننقول الإعلام لنا في طرابلس. في الراديو كانت هناك إذاعة. كل بي نشوي عن هذه التجربة. في إذاعة طرابلس وإذاعة صوت الوطن العربي. لا في طرابلس الغرب يعني أقصد في العاصمة الليبية. اسم الإذاعة إذاعة صوت الوطن العربي الكبير. كان أذكر المدير اسمه نوري الحمادي ذكره الله بخير إن كان مازال حيا. تجربة جميلة كانت. كنت صغيرة أولا في العمر وتزوج في البداية ربما شهر أو شهرين. من وراء المزياع ليس الأمر سهلا على فكرة. الوصول إلى حسيس الناس، إلى أذان الناس، قمصوا الشكل. مثلا من خلال التلفاز في الحضور بأكثر. لكن هناك فوقت الصوت. هناك تخيل للصورة. تكون الكلمة تركيز على الكلمة أكثر منها. كيف كانت التجربة؟ جميلة جدا. كم استمريت في هذه الفترة؟ حوالي سنتين أو أكثر. ما تفكري أن... لاحظ الآن أنا ينا. أنا جاهزة؟ لاحظة بك معنا. حياة الله طبعا بين أهلت وخوانت إن شاء الله. تسلم تسلم. يمكن تخبريني بس شوي أنت عضوة في بعضا من الجمعيات تقريبا. أنا عوض في اتحاد كتاب ودباء الإمارات. نعم. وشارك دائما سواء في الكتابة في الجرائد وشارك في المجلات. مثلا مجلة الصدق كانت تنزل لي قصة دائما فيها. كعمود يعني كصفحة؟ قصة بشكل دائم تقريبا. ليست صفحة لكن قصة بشكل دائم كانت. لكن الآن الصدق لم يعد فيها مجال للقصة. أكتب في دبي الثقافية أيضا. كتبت. يعني عندي على المواقع كمان كتير كتابات. هلأ ما في براسي. مثلا معرض الشارقة. هلأ عندي أمسي يعني أريب إن شاء الله. تفضلوه. أمسي شعرية في معرض الكتابة. نعم إن شاء الله. أكثر من أمسي قمت بها. فعندنا نادي القصة في الشارقة. وعندنا نادي العربي الثقافي. وعندنا أيضا بيت الشعر. يعني مشاركة. كلمين شوي عن الجوائز اللي نلتيها. كلمتين مساء عن أول قصة. أول قصة سورية. نعم. جائزت أول قصة سورية. وهناك درع ذهبي أيضا. ومر أيضا بجائزة ثالثة. أظن المرتبة الثانية على ما أذكر. نعم. من ناحية القصص. أكيد التوفيق. تفضل أيضا. نعم إن شاء الله. من ناحية القصص. هل دخلتي مثلا حبيت أن تشاركين الجانب المسرحي. الجانب التربوي تقريبا. دخلتي بعض المشاهمات مع وزارة التربية والتعليم. أو أدخلتي مثلا بعض القصص التي تكتبها. ووجود طبعا ضعف في كتاب السيناريو بشكل عام. هل حاولتي الدخول في هذا المعترك؟ والله ما حاولت. لكن الفكرة واردة. جميل الفكرة. القصص التي أكتبها أيضا تستطيع أن تمثل وتحول إلى السيناريو. بما أنها قصيرة كحلقات منفصلة. مثلا إذا تتذكر مسلسل سوري كان أهل الغرام. والمسلسلات تكون عن حلقة كاملة. لا جديدة. مش كثير قدمة. كم سنة يعني؟ يعني هيك كتاباتي بحس أنها بتصلح لهذا الموضوع. بس أنا ما حاولت. أنا بما أني بالتدريس تدريس بصراحة بيأخذ الوقت كله. يعطيتش العرش. يعني ما شاء الله مدرسة. أنا مدرسة لغة عربية. مدرسة لغة عربية. وين في أي إمارة ما شاء الله؟ هم في دبي. في إمارة دبي. والنعم فيتش. عيشة 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 باتشذي. يعني القصة والها يعني. يعني منيك النعمة. كشفتنا عن جانب أساسي يعني. يعني. يعني ما شاء الله بما أنت مدرسة في المدرسة. كيف تحسين إقبال الطالبات مثلا. هل في هناك مواهب يعني من جيل الصدير على الكتابة. أو في الشعر أيضا. في طبعا مواهب بين سواء البنات المواطنات وسواء البنات الوافدات. في مواهب أكيد. رغم ضعف اللغة العربية. ومتل ما بنقول التردي كتير بالنسبة لها يعني. للأسف الشديد. لكن هذا ما بين في أنه بالفطرة موجود حب اللغة. نعم. عند الطالبات وعند البنات. فبعضهم بيكتبوا. نعم. بتذكروا طالبة مثلا. كتبة مسرحية كانت كتير رائعة. كانت متأسرة هي عراقية. وبنات مثلا في عندي بنات مواطنات. ممكن هلأ كون عم يشوفوني تخرجوا. مثلا بنت من هون اليوم هايدي إذكرة لمروة. مروة الشيباني. عم بتقولي اليوم كان الي بجريدة الخليج لقاء. بس أنا أسلا ما شوفتوا. إن شاء الله بروح بشوفوه. كمعن البنت كاتبة ومميزة كانت مطالباتي. على طالب هناك تشجيع من جهتكم. هل تكون مثلا في أي مسابقات تحفيزية لطلبة؟ من حاول طبعا. أكيد أكيد. فيه مسابقة هلأ مثلا اليوم كنت عم قلون عليها. طبعا أنا بالنسبة إلي بحكي عن نفسي أنا كتير مشجعون. جميل. لأنه أنا بحب هذا الشيء. بحب بتمنى بس بتعب شوي بتعب لأنه هالجيل ما كتير. القراءة بتهم وبالذات قبل كل شيء والقراءة بالعربية. يمكن بيقرأ بالإنجليش بيقرأ بمادة بلغة ثانية. لكن العربي شوي. فيه شوية صعوبة للأسف. برغم من أيمن يعني الكثير من الدورات والحملات التوعوية لإبراز أهمية اللغة العربية دائما. نعم صحيح. يمكن من ناحية الأمسيات اللي شاركت فيها بعض تقريبا المشاركات التي كانت في المجتمع داخل دولة الإمارات. خبرنا شوي يعني ولو بعجالة خلنا نقول عن مشاركات الشعرية. الشعرية والقصصية. القصصية والشعرية. بلتنين مشراحة بأبو ظبي مثلا أعملت أمسية قصصية من فترة أستاذ حارب الظاهري كان دعاني لإلها وعلى أسهرات أخط العضوية يعني. وبالشارقة في أكتر من أمسية سواء مثل ما قلت بمعرض الكتاب السنة الماضية. ونحن بشكل دائم عندنا مثلا يوم الأحد ويوم الأربعة بشكل دوري. نعم نعم كيف تحسين علاقتك مع الجمهور؟ يعني عندما تقدمين نفس هذه الأعمال كيف تحسين أن مثلا علاقتك تكون شكل عام؟ بالنسبة لك ككاتب أو حتى كأي إنسان عم بيقدم عمل فيه نقاد أكيد فيه نقاد سحلو بالناقد أن يكون إيجابي وموضوعي. نقد البناء. نعم نقد البناء لأنه بيبني الإنسان ويساهم بالغنى. فطبعا في هيك ما بعرف أنا بترك الناس يعني بحس أنه لما بيرجع عمرتاني معناها في تفاعل. أكيد الحمد لله. طيب أستاذ يعني ما شاء الله عليك بمأنك أو شيء إمرأة زوجة أم والحين ما شاء الله. جدة جدة يعني معرف إذا هذا الشيء يعني مزعل أنك أو فرحلت. العكس أنا كثير سعيدة أنا أشف. ما حدي يزعل من الأخبار السارة. على العكس رحل من نرحل في حياتي. رضونا بجدة ولا بجدة. دائع جدا هذا الأحساس. كيف تتوفقين وما شاء الله أيضا تكتبين كثير من الأشعار وأيضا قصص. كيف تقدرين نتوافقين بين هذا كله؟ يعني كتابة القصص محتاجة وقت الشعر أيضا محتاج وقت البيت محتاج وقت العمل تعرفي أنه أنا دائما ضمري عن بي أن ابني دائما أنه حاس حالي مؤسرة كتير بنظر للكتب حوليي مثلا أنه أنا دائما قدامي كتب وحولي كتب وما ما قريت بحس حالي أني مؤسرة بحالة مثل ما قلتي لأنه السرعة وركض في الحياة ونفس الوقت ضغط العمل يعني مش سهل بصراحة وتقضي حتى بسواقة على الطرقات بيأخذ من وقتك ومن مزاجك والكتابة حالة مزاجية ما هيكة بالتأثر بس بالحق حالي إن شاء الله أنا ونايمة بكتب على الموبايل بصلا إجت فكرة تقطق كنت كتبت على الموبايل أرسل على طول يعني كم قصة تقرأين يعني مثلا إذا بنقول عن القراءة أولا على حسب أوقات الفراغ حسنا بعد بتكونين نايمة بتكون مشغولة الحين مع الحفيد لديد ما شاء الله هل يطعموا لها جميع آمين آمين إن شاء الله على العموم يمكن نحن داركنا الوقت ونتمنى إن شاء الله أن ننيدس بشكل أكبر وأوسع ونصلك أكثر على المواضيع نحن نشكر على تواجد شمعانا طبعا اليوم في حلقتنا مساء الإمارات شكرا 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 لك يا بيجأل عبا إن شاء الله مزيد من التقدم والتألق الدائر لأ لكم كمان كثير رقاء كان حلو إذن مشاهدين نشكر لكم متابعتكم عقب ما شكرنا طبعا ضيفتنا الأديبة أمان السيد بنقولكم إن شاء الله ما بنذكركم اليوم في إيميلات البرنامج بشكل عام أكيد تتذكرونها ولكن خلنا نقول إن بإذن الله مثل الإمارات أت أضفرا دوت تي في وفي نفس الوقت خلنا نقول مثل الإمارات أت تويتر وأت فيسبوك بعد على العموم ما بقى غير أقول تصبحون على ألف خير في إيمان الله تصبحون على ألف خير مشاهدين ومتابعين ودعت الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر